السلام عليكم منتخب سوريا يقدم مباراة كبيرة جدا ضد إيران لكنه للأسف يودع كأس آسيا نصور قاسيون قدموا كل ما عليهم في هذه المباراة ظهروا بالروح، بالاستبسال، بالأداء الوجولي، بالتكتيك المثالي لكن بالنهاية لم يوفقوا، لن يستغلوا الأشواط الإضافية كما يجب عكس أداءهم في الدقائق التسعين اللي كان ممتاز للغاية هارد لك للجماهير السورية، هارد لك للمنتخب السوري، وهارد لك للبحرين لماذا خسرت منتخب سوريا؟ ما هو الخطأ اللي أنا بشوف لعبوه منتخب سوريا وقعوا فيه خلال هذه المباراة، خلال احتساب ركلة الجزاء في خطأ للأمان لو انتبهوا إله بشكل جيد للمباراة ممكن انتهت لصالحهم أيضا كيف لعب كوبر وكيف ألغى خطورة المنتخب الإيراني في بعض الأوقات وكيف استطعت إيران تصمد وأنها تكون حاضرة أيضا حتى الثانية الأخيرة كل ذلك سنتناوله في الفيديو الحالي في حلقة جديدة منك أساسي عبر برنامج سوالف كرة أقدم أنا سامر جرادات من قناة ومنصة المشهد قبل ما نبدأ بالتفاصيل لازم نوجه التحييل للاعبي منتخب سوريا للمدارب هكتر كوبر وأيضا لأعضاء الجهاز الفني اللعب ضد إيران ليس هين في هذه البطولة منتخب إيران فريق شلس جدا حاد جدا على مربع المنافس ربما يترك مساحات نعم لكن قبل ذلك بكون مسجل فيك هدف أو هدفين حتى يأمن النتيجة لكن هذا الأمر لم يحصل ضد منتخب سوريا هي محاولة وحيدة باعتقادي كانت خطيرة جدا في الشوطة الأول إلى جانب ركلة الجزاء اللي كانت يعني أصلا مش محاولة خارج نطاقة المحاولات أما بالشوطة الثاني نعم خلقوا محاولتين ثلاث محاولات لكن ضوءا على أنه المنافس متعادل وأنه المبارأة صعبة عليه فهذا الشيء متوقع وهذا الشيء منطقي لكن بالمجمل المنتخب السوري كان صلب كان واقف بشكل جيد واللاعبين لعبوا بروح واستبسال وأيضا التزموا بالأعمال التكتكية من المدرب مش سهل أن أغير استراتيجية لعبي وأنا متأخر ضد إيران للأمانة بعد تسجيل إيران هدف يعني الأول الذي من ركلة الجزاء أجى لكن بعد ذلك أني أستطيع أني أصمد وأغير الإيقاع وأغير الاستراتيجية وأكون أنا المبادر فهذا الشيء يحسب لللاعبين وللمدرب طيب يا ثامر أنت حكيت أنه في شيء أزعجك في المباراة من ناحية ركلة الجزاء يعني أنت بتشوف ركلة الجزاء مش صحيحة؟ لا بالعكس ركلة الجزاء صحيحة مئة بالمئة عتب كبير جدا على لاعبي منتخب سوريا أنهم ما ضغطوا لطرد حارس مرمى إيران يا جماعة اللقطة ممكن يكون فيها حالة طرد نعم مش كل الحكام رح يطردوا لكن فيه كثير حكام بطردوا بهذه الحالة الحارس تدخل بشكل متهور على قدم اللاعب الثابتة على الأرض وهناك خطورة كبيرة جدا أنه اللاعب يتعرض لإصابة بالغة والدهس شديد على القدم دهس متواصل وهذا الأمر اللي بتطلب إشهار كرت أحمر في وجه حارس المرمى اللي حيرني أنه ليه اللاعبين ما طلبوا بذلك يا جماعة حتى ركلت الجزاء ما كان طلبهم كبير جدا ممكن لأنهم بعاد يعني فقط اللي كان في الحالة بابلو الصباغ لكن هذا الأمر كان بتطلب من بابلو الصباغ مباشرة يعني يحكي لزملائه بالهمس أو شيء أنه أضغطه على الحكم بكرت أحمر وممكن فعلا يطرده لو أنت دبعته وأنت ضغطت عليه لكن الحكام بهاي الحالة شو بوقع بوقع أنه أنا ما بدي أخرب المباراة المنافس اعتبر أنه أفضل شيء ممكن يحصل عليه ركلة الجزاء وهو منتخب سوريا فما بدي يعني أني أتخذ قرار صعب جدا قاسي جدا وأصبح أنا أتصدر عنوين الصحف في إيران وفي كل منطقة في آسيا لكن لو اتخذ هذا القرار سيكون شجاع وباعتقادي غالبا سيكون قرار صحيح طبعا هذا الكلام من باب أنه فعلا اللاعبين ضحوا وقدموا مباراة عظيمة والمدرب أيضا قدموا مباراة ممتازة فلذلك أنه هاي الشغلات التفاصيل البسيطة ما تتنازل عنها يعني من حرقتنا عليهم مش من باب الانتقاد لو بدنا ندخل بالتفاصيل منتخب إيران للأمانة فريق مبادر جدا فريق مو سهل التعامل معه فريق يلعب بين دفاع وضغط عالي جدا بقدم الظاهيرين إلى وسط الملعب جنب لعبي المحور بينما يضع طاريني اللي هو بالأساس أصلا مهاجم يضعه متحرك بين الخطوط مستغلين قامته البدنية ذكاؤه في سحب المدافعين نحوه وأيضا قدرته على الحفاظ على كرة أول السماح لزملاءه بالتحرك بجانبه في المساحات النصفية وهنا منتحدث عن غايدي ومنتحدث أيضا عن علي رضا لعبي إيراني اللي دائما بتحركوا في المساحات النصفية بالإضافة إلى أمامهم المهاجم الرئيسي تبع الفريق فنحن نحكي أن إيران تواجم بأربعة لاعبين مدعومين بأظهرة الأظهرة بوسعوا الملعب ويسمحوا للأجنحة أنها تضمع المساحات النصفية وتنطرق دائما جنب طاريني وهذا شيء شهدناه في جميع أطوار المباراة في الشوطة الأول قليلا لكن في الشوطة الثاني كثيرا بعد تعادل سوريا في لقطتين أو ثلاث كان يروحوا هذا الرباعي سويا ويحاولوا يبغطوا دائما لاعبين سوريا وفعلا كان اللاعبون سوريا في بعض اللقطات يوقعوا بالفخ يراقوا تريمي ويتركوا زميله الذي ينطلق في المساحة ويتم التمرير إلى الكرة وما ساعد ذلك إيران أنه تم إجراء تبديلات على هذه الأجنحة نشطت الفريق أكثر والفريق أصبح حاد أكثر وشرس أكثر في استغلال المساحات وسط أنه لاعب سوريا يعني منقدر نحكي كان شوي بدأ يظهر عليه الإرهاق لكن مدنية كان حاضر في هذه الأوقات للتألق لكن منتخب سوريا كان يواجه ذلك أيضا بذكاء وانضباط عالي جدا في الشوط الأول مثالي جدا من الأداء الدفاعي الفريق بلعب بخطة 4-4-2 منكمشة إلى الخلف حتى يغلق المساحات وحكيت لك انتشار منتخب إيران الصعب يغلق عليه المساحات وهذا الشيء من منتخب إيران يعني متوقع لأنه شهدنا ضد فلسطين فسيطبق قدود سوريا فالأداء والأسلوب كان للأمانة مثالي خصوصا أنه ذكال دائما كان يرجع بين قلوب الدفاع طب ليه برجع ذكال؟ عشان النقطة اللي حكيت لك عنها قبل قليل لأنه عندي اتنين بإيران أجنحة بضموا على المساحات النصفية باستهدفوا المساحة بين قلب الدفاع والظهير في كل جهة مستغلين طريمي ومستغلين رأس الحربة بتحركوا بجانبهم خداع تامل المنافس وبضربوا المساحات لكن بوجود يعني ذكال في العمق أو ذكال يعني على الجبهة اليسار أحيانا هذا الأمر بساهم بانتشار اللاعبين فهذه المساحات النصفية يتم إغلاقها لأنه أصبح عندي ثلاث قلوب دفاع وليس قلبي دفاع بينما يكون عندي جناحين دفاعيين في هذه الحالة يعني سوريا تلعب بخطة 5-3-2 لما تكون الكرة في وسط ملعبها لما الكرة تنتقل إلى وسط الملعب أو إلى وسط ملعب إيران تنتقل الخطة إلى 4-4-2 لكن بعد تلقي الهدف شاهدنا تغيير الاستراتيجية من منتخب سوريا لذلك حكيت لك المسألة ما كانت سهلة لأنه بلاعب إيران اللي بتحب المساحات ومنتخب سوريا كان مندفع في هذه الأوقات قدم خط دفاعه وجعل خط هجومه متقدم ويعني طلب أكثر من عمار رمضان ومحمد الأسود أنهم يتقدموا أكثر لمحاولة يعني شن ضغط عالي على المنافس وهذه الأفكار كانت إيجابية وكانت دائما تجبر إيران على إرسال كرة طولية في هذه الأوقات وحتى تسجيل هتف التعادل وربما بعده بخمس دقائق ولا خطأ في عملية الضغط المتقدم وهذا شيء مثالي للمنتخب السوري فهجأني جدا في هذه اللحظات طبعا كنا ننتظر منه أفضل من ناحية العمل الهجومي عدم التسرع انتظار الزملاء حتى يتوزعوا بشكل أفضل قبل التزديد هذا الأمر كان يحصل فيه بعض التسرع وهذه النقطة أشغنا إلها منذ مباراة يعني ممكن أستراليا لكن بالمجمل العمل كفريق كان التنظيم كان حاضر ما ننسى أيضا أن المنتخب السوري كان سريع في مداهمة المساحات أما يشعر أن المنتخب الإيراني متهور في التقدم وحكينا هي سمة بارزة في اللعب الإيراني في تهور في التقدم في تهور في دفع خط الدفاع إلى الأمام رغم أنه مدافعين ومش أسرع شيء وهذا الأمر كان يستغل للمنتخب السوري إعداء جيد من كوبر وتركيز جيد من اللاعبين دائما نشاهد إلياز ذكي في كيفية استلام الكرة إلى اليسار وضعه يعني عمار رمضان على اليمين مع الثناء يعني إلياس وأيضا إزكيل في العمق وجود خريبين وبابلو في الأمام هذا الأمر سمح لمنتخب السوري بالانتشار أفضل وجود إبراهيم يعني المستعد أسرع للمساندة كل ذلك مكن المنتخب السوري زي ما حكيت لك من إدراك التعادل ثم محاولة يعني إضافة أهداف أخرى لكن يعني واجه مشكلة المنتخب السوري لما يعني يضطر أنه يرجع لأربعة أربعة أثنين هنا ما كان فيها المسألة التنظيم الذي كان في الشوطة الأول عملية وجود ثلاث قلوب دفاع أحيانا ثم العودة إلى الأربعة أربعة أثنين هذه المسألة لم تكن تحصل بالتنظيم الكافي والسريع والمثالي وهذا الأمر أنتج لمنتخب إيران مساحات لذلك كنا نشاهد أنه حول يعني قلوب الدفاع في مساحات بين الظهير وقلب الدفاع يستطيع إيران استغلالها لكن مدنيا كان حاضر بالتصدي لكن أيضا المشكل الثاني اللي أنا حكيت أنه كانت في المنتخب السوري في هذه المباراة أنه الفريق لم يضغط بالشكل الكافي في الأشواط الإضافية لا يا شباب 30 دقيقة فوتنا على نفسنا بتزديد واحد خارج الخشبات الثلاث وين الإصرار وبرضه هكتور كوبر عليه لهم لازم يدفع كان بلاعبين أكثر جاهزية أكثر حيوية أكثر فرش يساعد الفريق على التقدم والاندفاع أكثر للأنام هو اكتفى بالتبديل لأجراب بإخراج عمر قبر الطرد مباشرة لكن هذا لا يكفي يعني صار عندك فرصة تخطف المباراة ليه أروح لركلات الترجيح ظهر عليه الانزعاج بعد الذهاب لركلات الترجيح لكن برضه نازم هو كان يسعى أكثر يكرس عقليد فريقه أكثر في الملعب يجري تبديل وتبديلين حدين أكثر الذهاب لركلات الترجيح واضح أنه كان مش لصالح المنتخب السوري صراحة طريقة التنفيذ لركلات الترجيح تبعتهم يعني مستحيلة تفوز عليهم صدقا بركلات الترجيح طريقة التنفيذ لركلات الترجيح تدل أنهم متمرنين بشدة عليها مقابل سوريا ما كانت جاهزة للعب بركلات الترجيح قدر الله وما شاء فعلا لا نقول إلا أنه الفريق كان مميز وصلب وكانوا رجال على أرض الملعب فلا نقول لهم هارد لك بل نقول لهم مبروك على هذه البطولة المميزة بنهاية أنتوا خرجتوا بشرف ضد إيران بركلات الترجيح أستراليا تفوقت عليكم بهدف نظيف فأنتوا كنتوا منافسين لأفضل منافسين على النقب فهذا شيء جيد جدا فتصورا لو كان مشواري يعني أسهل نسبيا ما بواجه كل هذه المنتخبات إلى أين كنت سأذهب أنا هي تقول لين عندي أصدقائي ما تنسونا باللايك بالشير بمتابعة قناة المشهد ومنصة المشهد على جميع مواقع التواصل الاجتماعي كان معكم سامر جردات وبحكي لكم السلام عليكم